ممكن اضافة فلافل مشوية فلفلخضرة او حمرة مشويين ومقطعين او دورة معلبة او خيار مخلل كيكون قطع قطع صغيرة لكم كامل اختيار في الاضافات اللي غادي اضافوها كيجي واحد طبق اللي صحي ولديد وخفيف وبصحة وراحة بسم الله على بركتي اللي المكونات عندي كمية من صدر ديال الجج الكيمية حسب الرغبة ديالكم كيكون مغسول مزيان مقطع مربعات ما تكونش كبيرة ولا صغيرة حجم متوسط كنضيف لها عصير نسف ليمونة حامضة ما يعادل تقريبا ثلاث ملعقة كبيرة ملعقة صغيرة من الخرد اللي هو المطارد كنضيف كذلك سكينجبير وتحميرها عندي اللي بزار ممكن تضيفو حتى الهريسة بطبيعة الحال الخرقوم عود اللي هو الكوركم الملحة اللي كسبها بحسب الضوء عندي هنا علبة من الياغورت الطبيعي من السوس وزن مية عشرة جرام كنضيف فص واحد ولا فصين ديال التومة كتكون بحكوك ممكن تستغنعوا على التومة وتعودوها بتومة بودرة لكم كامل اختيار كنخلط كل شي مزيان وكنخليك يترقد مدة ديال عشرة دقيق احد كنضيف لي زيت الزيتون الى ضفتو الزيت في نفس الواقس ما غديش يتشرب لكم القطع ديالتجاج توابي اللي ضفتو كنضيف زيت الزيتون ونغطي ونخليك يترقد تقريبا واحد الساعة او اقل ممكن تخليه حتى ليلة كاملة كنفرغ الكيمية ديالي كاملة في مقلات وكنوضعها على نار متوسطة دون اضافة الماء هدوك العناصر غاد يتطلق الماء ونخليك يتب حتى ياخد واحد لون دهبي محمر بالنسبة للسلطة المرافقة اخديت روز ابيض مسلوق في الملحة وشوية ديال الزيت عندي علبتين ديال الطون مصفاء من الزيت عندي خيزو اللي نقشر ونقطع وج الباناء كيكونوا مطهيين على البخار او ممكن تسلقوهم في الماء اللي كم كامل اختيار طبيعة الحال هنا ممكن نضيفو اشياء كتفضلوها للسلطة عندي هنا اه صلصة فيها الملحة والبزار والخل والقليل من اه زيت النباتي كنضيفو على المكونات ونخلط كل شي مزيان حتى كتندمج العناصر كاملة هنا عندي صلصة المايونيز منزلية المكونات ديالها رايها بسيطة عندي قطعتين ديال جبن متلات مع كأس من الزيت نصف كاس ديال الحليب والملحة والبزار طريقة سهلة كتضيفو الفروماج على الملحة والبزار ونصف كاس ديال الحليب وكاتبقوا تضيفو الزيت شوية بشوية حتى كتعقاد في الخلاط الكهربائي ردي ناخد هاد المول ديال السيليكون اللي دهنتو بشوية من هادك الزيت ديال الطون باش ما تلسقش ليا الصلطة في القالب هنا دجاج ديالي بعد مما طعب وتحمر ما نعودش لكم على الرحة رائعة جدا اخر حاجة كنضيف ليل مع النوس اللي كيكون قطع ممكن تنسموه باعشاب مناسبة ولا زعتر لكم كامل الاختيار هادو الشكل ديالو القطع راها كطيب بسرعة في هال الياغورت هو كيعطيها شاشة ومدق اكتر وعندنا ايضا اه عصير الحامض كيخلي يجيه شيش مكونات اللي هي الصراحة لديدة ممكن تضيفو حتى شوية دياله ريسة هنا الصلطة ديالي وضعتها في القالب ممكن دخلوها للتلاجة حتى كتبرد ممكن اه ديروها في هاد الصحن تقديم ودخلوها للتلاجة كتبرد عا تقدموها وقت يعني اللي غادي تناولها الوجبة ديال لاشا كنقلب الطبق ديالي راك يحيد بكل سهولة يساقش تكشيع لاش كتدهنوه بشوية ديال زيت ولا ممكن ترشغل بشوية ديال ما باش ما تساقش لكم الصلطة كيجينا منها يدر ديالها جميل الصراحة بسيطة ممكن تفو اشياء كتفضلوها الصلطة ديالكم لكم كامل اختيار طبيعة الحال هنا القطع ديال الجاش ديالي وضعتها في هاد العود ديال الخشب ورافقتو يعني كيجيو بحل قطبان ديال الدجاج ممكن اللي بغي يدير هاد الطريقة اللي يدرت القطع ديال الدجاج ويديرهم في عود خشب لمخصصين ديال الشيواء ويديرهم في المقلاة مع شوية ديال الزيت ويخليهم كيتحرو وكيطيبو راكيطيب بسرعة او كيجيو تيورتاب